السلام من غزالة ديولي. كانت منك لكم بخير على خير يا ربي. اليوم ان شاء الله بازن الله فيديو جديد وفلوغ جديد على قصر فانسان او قلعة فانسان. فانا اليوم ان شاء الله بازن الله غادي نهضروا على هاد القلعة هادي. وعلى التاريخ ديالها. واحتى على المحتوى اللي هو موجود فيه من الداخل ديال هاد القلعة هادي. وانا معكم كيف ما كتشوفوا اليوم الجو ما شاء الله غزال شميشة غزالة طلق علينا من جديد. فنبدأوا ان شاء الله لهد القصر هذا ونتحدثوا على كل ما فيه. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا. كنتمنى بان هذا الفيديو يكون اغزال ومفيد لكم وليا. ويكون هاد الفيديو خفيف على قلوبكم. ونتمنى بانكم تشاهدوا الفيديو من الاول للاخر. قصر فانسان بدأ بنائه سنة الف وتلتمية واربعين ميلادية. وانتهى الف وتلتمية وتمانين ميلادية. اي بعد. اربعين عاما من البدء. فيها اكبر برج مراقبة في اوروبا. والبرج ده من اكبر ابراج بارتفاع خمسين متر. يعتبر من اكبر قصور الملكية الموجودة في فرنسا. واصلا المكان ده كان مكان اقامة الملك شارل الخامس. ومحتواه الداخلي يوجد كنيسة داخلية بنيت على طراز القوطي. وجزء له من مخصص بالمتحف الملبس والحالات التسليح. اماكن اقامة الجنود في المداخل على اليسار وعلى اليمين. وتم تحويل جزء من هذا المتحف الجديد خاص بالعسكر الفرنسي. من حوالي ميتين سنة. مرورا بالملبس الخاص بالمستعمرات الفرنسية. مع التركيز بشكل خاص على فترة الاستعمار الدولة الجزائرية. وخاصة معركة سيدي ابراهيم عام الف وتمنمائة وخمسة واربعين. واحتفظوا بسندوق صغير الحجم. معبأ من تراب الجزائري على سبيل على سبيل ذكرى معركة سيدي ابراهيم. كيف ما كتشوفو هنا اي حاجة خاصة بالاستعمار والمعارك. فهم حاطينها هنا يا. كتدخلي كتفرج فتشي كتشوفي كتبي حاطين لك وطائق حاطين لك اوراق صور دي الناس وناس اللي هما بصراحة كانوا موجودين في هذه الايام هذه اللي ضحوا بحياتهم على بلدهم الفرنسي الفرنسي او التراب الفرنسي. فالمهم كيف ما قلت فمهم هناك خبر يضم رفات من اسموهم بشهداء المعركة سيدي ابراهيم. المدافعين عن المستعمر الفرنسي امام المقاومين الجزائريين. هنا عندهم هنا في هذه البلاصة هذه كتنزل مع الدرج او مع السلم. لتحت عندهم مكان دي المقبرة. في هذه البلاصة كيف ما كتشوفو كتنزله. تلت تحت عندهم مقبرة اللي هي مدفون فيها الروفات دي الشهداء دي الفرنسيين اللي ماتوا على اراضي الجزائرية. فخصوصا كيف ما كان هذا لنا خصوصا في معركة سيدي ابراهيم. يعني انا صورت كل شي حتى من الصور حتى من الوثائق المكتوبة فيعني بصراحة الواحد خاصيه يروح يزور هذا القصر هذا. ويدخل لهذا المتحف يشوف فيه هاد شي كامل كيف ما كتشوفوها الوثائق. عفوا. كلها محطوطة هنايا. قدل على هذه المعركة هذه اللي وقعت. اللي هي في سيدي ابراهيم. اللي هي سنة الف وثمانمية وخمسة وربعين. وهذه هي المقبرة الجماعية اللي كتحتوي على الروفات بتاع اللي يسموهم هما شهداء المعركة. فكنت مني بان هاد الفيديو يكون خفيف ودريف على قلوبكم. وتكونوا استفدتوا فيه كما انا استفدت منه. وعليش لا. ان شاء الله الى تحتل لنا الفرصة باننا نجيو نزوروه. وندخلو نشوفو هاد شي. كيف ما كتشوفو هنرى الصور كيف يبينو لكم الايام اللي كان حصل في هذه المعارك وكيف اجابو اللي هما الضحايا والناس اللي ماتوا هادا. فكل شي احترس مينو. هاد البلاصة هادي اللي هو سيدي ابراهيم. شوف اللي هو المقام. المقام اللي هو كيف ما كتشوفو هنا يا. اللي هو دي السيدي ابراهيم. اللي موجود في الجزائر.